أعزائي الطلاب يقولون الياد الواحدة لا تصفق كذلك أركان الدعوة كل منها مرتبط بالآخر ارتباطا وثيقة فبعد أن وقفنا على الركن الأول من أهم أركانها وهو الداعية فلنقف الآن بك على الركن الثاني وهو أساس من أركان الدعوة وهو المدعو فمن هو المدعو؟ وما حقه؟ وما ينبغي أن يكون عليه؟ وكيف يقف الداعية على عناصر المدعوين؟ أسئلة سنعرضها في العناصر التالية العنصر الأول تعريف المدعو من هو المدعو؟ وأيضا أقف بك عزيز الطالب على الحق الذي يجب أن يحققه الداعية للمدعو وأن يقوم به تجاهه أيضا ما ينبغي أن يجب ما ينبغي أن يكون عليه المدعو تجاه دعوته لقد أخذ حقه فوجب عليه أن يؤدي ما عليه من واجب كذلك نختم عناصر هذا الدرس ببيان أصناف المدعوين إن بيان أصناف المدعوين يقف بالداعية على ما ينبغي أن يقوم به في دعوته حيث يعطي لكل حالة ما يناسبها من مناهج الدعوة وأساليبها وخططها فليس كل صنف من المدعوين يتناسب معه اللون الدعوي الذي يتناسب مع الآخر ومن هنا نبدأ ببيان هذه العناصر العنصر الأول من هو الداعية؟ من هو المدعو؟ المدعو هو من توجه إليه الدعوة هو الشخص الإنسان العاقل الفاهم الذي يوجه الداعية إليه خطابه بدين الله عز وجل إنه الإنسان مطلقا قريبا كان أو بعيدا مسلما كان أو كافرا زكرا كان أو أنسا صغيرا أو كبيرا عربيا أو عجميا إلى غير ذلك من خلال أو من صفات يتحلى بها الإنسان ولا يمنع هذا التعميم في تعريف المدعو من أن يكون الأقربون من الداعية هم أولى الناس بدعوته النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى فيقول صلى الله عليه وسلم وهو يؤكد على أهمية الدعوة خير منفعة الإنسان إنما تكون لنفسه ولمن يعوله ولأهله خيركم كما قال النبي خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي بل إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم انطلقت أول من طلقت في الربوع الأرض كلها كانت بين أهله وذويه قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فكان أول من أسلم به من النساء زوجه خديجة رضي الله عنها وكان أول من أسلم به من الصبياني ولد عمه سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهكذا بدأ النبي بدعوته هذا عن تعريف المدعو العنصر الثاني حق المدعو للمدعو حقوق على الداعية أن يحققها لأولئك الذين يتوجه إليهم بالخطاب إن عليه واجبات أي على المدعو فكذا عليه أولا أو له أولا أن يأخذ حقه إن حقوق المدعوين في عنق الدعاة كثيرة منها أن يقصدوا ويدعوا أو يرسل إليهم الدعوة تحتاج إلى مجابهة وتحتاج إلى بزل جهد وإلى بزل وقت وحياة كاملة فالدعاة لابد أن ينطلقوا بدعواتهم لا يجلسوا بها في البيوتات أو الأماكن التجمعات القريبة أو السهلة وإنما عليهم أن يلجأوا بدعواتهم إلى أقاص البلاد وأقاص المجتمعات أيضا أن لا تكون الدعوة لهم عارضة أو مصادفة وإنما لابد أن يكون الدعاة قاصدا مجهزا لنفسه لمواجهة هذا الصنف أو ذاك كما أن من حقوقهم أي من حقوق المدعوين أن يحرص عليهم جميعا يعني لا يوجه الداعية قوله أو دعوته إلى أناس فلا يجد منهم إلا الصد والعناد فيسرع في العودة إلى القهقرة لا إنما عليه أن يحرص وأن يجاهد وأن يسعى ولا يستهان بواحد منهم أي من المدعوين فربما يكون واحدا أعظم من ألف وربما يكون القلة خير من الجماعة ولكن شرط ذلك كله أن يكون على ما كان عليه الداعية من صدق فكلما كان صادقا في دعوته آتت دعوته ثمارها من هنا قرر الشارع عدم تعذيب قوم حتى تقام الحجة عليهم إن الحجة تكون بإرسال الرسل وبإرسال الدعاة وهذا هو حقهم قال تعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وإذا كانت الدعوة قد انتهت بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وخاتم الأنبياء والمرسلين فإن الدعوة لا تزال ماسلة أو باقية إلى قيام الساعة ما دام فيها دعاة مخلصون كذلك من واجب المدعو الذي يجب أن يتحلى به لجاه دعوته وأن يقوم به أن يستجيب لدعوة الحق فلا يصده عن الإيمان بها صد ولا يمنعه من الاستجابة مانع يقول تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون كما قال في وصف الكافرين وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْغَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينَ هذه صفاتهم أما صفات المؤمنين التي بها يتحقق لهم الفلاح أن يقولوا سمعنا وأطعنا أما الكافرون سمعنا وعصينا نعوذ بالله من سبيلهم فإذا كان من حق المدعو أن يدعى ولا يهمل فإن من واجبه أن يستجيب فلا يعرض إن كان من حقه أن لا يهمل فإن من واجبه أن يستجيب وإن كان من حقه أن يأخذ حقه في الدعوة بكل سبلها وطرقها فكذلك عليه أن يقوم بأداء ما عليه من واجبات بكل قواه وطاقاته